مع قدوم شهر رمضان توافد المواطنين المغاربة على الأسواق لشراء متطلبات الشهر من الفواكه الجافة والطمور والحبوب القاسم المشترك بين الجميع الشكوى من الغلاء النص ديال ذاك الشي اللي كان شريه ما غنشريه وش طبيعة الحال ميمكنش تشريه كنت تتسوق مثلا بألف درهم خصك تتسوق مثلا بألف درهم طبيعة الحال غدي تحيد النص بالنسبة لقفادي رمضان هذا العام بالأخص استثنائي بالباقي السنوات الفاريطة بالنسبة لزيرة اللي كده في الأسعار على سعيد جابيه على المواد الغدائية من البيض اللي وصل لدرهم ونص حتى الحب اللي ما بقاش قدرنا نشريه يحرس مصطفى على الاعتناء بسلع شهر رمضان إرضاء لزبناء محله في هذا السوق الشعبي في العاصمة الرباط داعي للمغاربة إلى تسوق يتماشى مع القدرة الشرائية الناس ما كيفرطوش في المواسيم ديالهم ديما الناس كيدروا العواشر كما كانت هي ديما والإنسان كما الناس عاودوا دباء على النظام كين اللي كيدر دباء غار شوية كالناس كيدروا بزاف ش حال هذه والناس دباء كل واحد على قدرة الشرائية دياله قدرة الشرائية للمواطنين المغاربة تقص مؤخرا خصصا في الأعوام الأخيرة تقصت الواحد درجة لأنك شي مواد اللي تزاد فيها تقريبا نص بالنص يواصل المغاربة جولاتهم اليومية للتسوق الرمداني وسط رسائل تطمين من الحكومة بقرب تراجع الأسعار يشتكي مواطنون مغاربة من موجة غلاء يقولون إنها غير مسبوقة تضرب الأسواق فيما يتحدث التجار عن وفرة في السلع وبأن الأثمنة في المتناول هذا هو المشهد في الأسواق الشعبية المغربية مع اقتراب شهر رمضان عادل الزبيري الحدث الرباط